اشتركوا في القناة طيلة الأشهر التسعة طبعا في هذا اليوم يبلغ الشهيد تسعة أشهر محتجز في ثلاجات الاحتلال يحتجز الاحتلال جثامين الشهداء في سياسة عقابية للعائلات الفلسطينية أيضا يذكر بأنه أكثر من ثلاثمائة شهيد تحتجز جثامينهم بعضهم في الثلاجات وبعضهم في مقابر الأرقام سنلتقي مع والد الشهيد يوسف عنقاوي السيد رائد عنقاوي سيد رائد اليوم يبلغ تسعة أشهر من احتجاز جثمان الشهيد يوسف عنقاوي تسعة أشهر لم يتسنى للعائلة حتى رؤية جثمان الشهيد وهذا بالعادة يذهبون للتأكد من الجثمان من نطلب يعني نروح نشوفه بيننا يعني لا حكومة إسرائيلية بطلد على حق ولا حكومتنا حتى بتساعدش حدا حكومتنا ما بتطالب الشهداء أنت كوالد شهيد كيف ترى أداء المؤسسات هنا في المطالبة في جثمان الشهداء؟ لدينا مؤسسات الطالبة في جثمان الشهداء يعني نحن بس أهل الشهيد أهل البلد نحن هضل من الطالبة أما المؤسسات ما في مؤسسات الطالبة في جثمان الشهداء أيضا يعني كيف ترى حركة التضامن ماذا تعني لكم كعائلة هذا الحضور الناس التي تأتي إلى خيمة الاعتصام ربما بالشكل يومي لأنه منذ تسعة أشهر تقام خيمة عزاء ولكن في الرابع من كل شهر يقام مثل هذه الفعالية نعم كانت هذه كلمات والد الشهيد يوسف عنقاوي أيضا سنلتقي مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والتي تقوم بجهود ربما مع محاميين لديهم محاميين وتقوم بجهود قضائية لاسترداد جثامين الشهداء أستاذ بسام يعطيك العافية الله يعافيك نعم أستاذنا هناك أكثر من ثلاثمائة شهيد تحتجى جثامينهم بين مقابر الأرقام وبين الثلاجات نعم أيضا هذا مخالف للقانون الدولي عملية الاحتجاز بحد ذاتها هي مخالفة تماما للقانون الدولي ومخالفة كماما لكافة الشرائع وكافة القوانين وهي تندرج فيه بند العقاب الجماعي لأهالي الشهداء حتى يكونوا فيه عذاب مستمر كل يوم من أجل أنه يعني عذاب بسبب الأعمال التي قام بها ابنائهم نعم أين وصلت جهودكم في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء؟ نحن من اللحظة الأولى من لما انطلقت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حتى في فترة الانطلاق الجثامين الشهداء كانت هناك عبارة فكرة مقابر الأرقام مؤخراً صار في عنا مصطلحين مصطلح مقابر الأرقام وعنا مصطلح الثاني يسمونه شهداء الثلاجات حالياً يوجد تقريباً 53 شهيد محجوزين ضمن الثلاجات وفيه عنا تقريباً 252 شهيد في مقابر الأرقام استطعنا بداية تحرير جثامين كانت محجوزة لأكثر من 30 عام في مقابر الأرقام مثلاً في قضية الشهيد مشهور العروري بالإضافة لهيك يعني عنا متابعات قانونية لكثير من نفات الشهداء اللي يعني مندمها كمان شهداء مقابر الأرقام وشهداء الثلاجات نعم أيضاً الشهداء المحتجزة جثامين هم هناك أمر قضائي لدى الاحتلال يقضي باحتجاز هذه الجثامين لأي حملات أو عفواً يعني حملات تبادل أو أسرام محتملة ربما هو هذا بيجي من باب إطفاء الطابع السياسي على موضوع جثامين الشهداء حتى يعني يخرج من سبغط القانونية وسبغط الإنسانية نلحظ أنه في الأول الأخير هناك تطرف المواقف السياسية الإسرائيلية تجاه الوضع الفلسطيني بشكل عام تغول المستوطنين، هجمات المستوطنين على الناس وعلى الأراضي وبالتالي هذا نعاكس سلباً كمان على الموضوع القانونية اللي بتخص الملفات اللي بتخص الفلسطينيين من ضمن هذه الملفات كان ملف الجثامين الشهداء هناك كان محاولات مستمرة من قبل اليمين الإسرائيلي أنه للضغط على المحكمة الإسرائيلية من أجل أن يرفض كافة الطلبات التي تقدم بخصوص الإفراج عن جثامين الشهداء سواء كانوا في مقابر الأرقام أو في الثلاجات مؤخراً كان في الشهر التسعة من العامل الجاري كان هناك قرر المحكمة الإسرائيلية اللي صرحت أنه أعطت صليح للقايد العسكري أنه بحكله احتجاز جثامين الشهداء في حال إذا كان محسوبين على تنظيم سياسي معين تم تخصص مشهداء حركة حماس أو إذا كان هناك عملية العملية اللي قام بها شيء هي عملية نوعية أو إذا كان أصفر عنها يعني قتلة إسرائيليين مؤخراً قبل عشر أيام أو أسبوع الماضي وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي نفتال لبنت معروف هذا الرجل بتطرفه وواقفه ضد الفلسطينيين أصدر يعني قرار أو تعميم أو أنه صحفي أو أنه ما شابه أنه من أجل التأثير على القضاء أنه بحكل القايد العسكري احتجاز جثامين الشهداء ورفض كفة طلبات والقضايا المقدمة بهذا الخصوص من أجل استخدام هذه الملفات في ملفات مبادلة أو رحصوا على معلومات للجنود الإسرائيلي الموجودين عند التنظيمات الفلسطينية أيضاً كانت هناك طلبات حتى يرى الأهل الشهيد ويتأكدوا من هويته لكن في حالة الشهيد يوسف عنقاوي كان هناك أكثر من مئة طلب ربما تقدم لرؤية العائلة ورفضها الاحتلال تماماً لم يراه لا محامون ولا حتى عائلته هم في العادة بخصوص الشهداء الموجودين حالياً في مكابر الثلاجات لأن مكابر الأرقام هم عبارة عن جثامين وعظام رحمهم الله أما الشهداء الموجودين في الثلاجات حالياً هم يعني الجثامين موجودة لم تتلف لم تتعفن هذا الجثامين وبالتالي لم يكن هناك يعني أنه يعني السماح لأهل الشهداء بزيارة أبنائهم حتى داخل الثلاجات هلأ يعني الموضوع القانوني أو الموضوع الجاري حالياً هو كيفية تتأثير على المحكمة الإسرائيلية أو محاولة التأثير عليها من خلال الضغط القانوني ومن خلال بند المناصرة الدولية ومن خلال تقديم شكاوى كمان للمقرر الخاص بالأم المتحدة المختص بالاختفاء القصري حيث أنه سيتم تحويل هذا الملف في مطلع العام القادم وتحريكه أمام هذا المقرر الخاص أنه عملياً احتجاز الجثمان لأي إنسان سواء كان إنسان حي أو إنه كان إنسان جثنة أو جثمان احتجاز بدن الإنسان هو عملية بتمثل عملية اختفاء قصري وبالتالي يجب أن يصرحوا أين تم الاحتجاز وكيف يتم فيها الاحتجاز وبالتالي كمان للضغط عليهم في أوروبتورك أخرى من أجل تحيير هذه الجثمين نعم شكراً لك أستاذ بسام كراجا يعني كما سمعتم مشاهدين الأستاذ بسام كراجا من الحملة الوطنية لاسترداد الجثمين تحدث لنا عن الأمر القضائي الذي أتمد عليه الاحتلال في احتجاز الجثمين وهو صفقات تبادل محتمل ربما مع المقاومة الفلسطينية فهو يحتجز هذه الجثمين ليبادل بها أسراه لدى المقاومة لكن هذا الأمر يعتبر أمر غير قانوني وغير تجرمه كافة القوانين الدولية سنلتقل الآن أيضاً إلى خيمة الاعتصام لدى النساء وهنا تتواجد والدته والدة الشهيد منذ تسعة أشهر وتستقبل المعزين هنا يفتح بيت عزاء دائم للشهيد يوسف عنقاوي ويأتي الناس إليه من أهل البلد ومن خارج أيضاً هذه القرية يقدمون التعازي ويتضامنون معها أيضاً كونها لم ترى جثمان حتى حرمها الاحتلال حتى من أن يدفن ويكون له مكان محدد تستطيع زيارته مرحباً خلت خلتي الآن أنت تقدمت عن طريق محاميين بمئة طلب لرؤية حتى جثمانه والتأكد من أن الشهيد يعني أنه شهيد وليس أسيراً أو جريحاً أو غير ذلك يعني هذه الطلبات كيف كان يرد الاحتلال عليها؟ كيف كان يبلغوك بالرفض؟ أول شي إحنا من طالب إنهم يسلمون جثمان إبننا وندفننا اليوم إلى أربعة واثناش اليوم وفا تسع شهور محجز بالثلاجة وهم بيقولوا محجز بالثلاجة إحنا من كل الله أعلم وين إبننا إحنا بنطالب إنهم بيننا وين إبننا وأنا طلبت أشتير هايش كلتين مئة طلب جزء أزود أخر أنهم من مئة طلب إنهم رح أشوفهم ما بكبلوش ما بردوش حتى خلاص بعد الفترة بردوا رفض هي سياسة بعاقب فيها الاحتلال العائلات الفلسطينية بهذه الطريقة؟ يبينونا على شو معاقبيننا إذا إبننا ساوى عملية يقولوا ساوى حادث يقولوا مربو يقولوا عملية مر حادث تسع تشهر لليوم مش كاي مسرائل ولا حكومتها ولا جيش الاحتلال إنهم يقرروا عشان يوصفوا أمير والأسير الثالث هايثم شو اللي صار معاها لليوم غطينا على تشو الإشو والإشو مبينين والإشو حادشو أيضا يعني خيمة التضامن وجود الناس هنا هذا بيت العزاء منذ تسعة أشهر منذ استشهاد يوسف وهو مقام في هذا المكان ماذا تعني لك حضور الناس يعني إليك إلى خيمة العزاء؟ أول ما استشهد يوسف الله يرحمه بيت سيرة تشلها كالت يوسف مش ابن تشلح كاله ابن بيت سيرة تشلها ويوسف طلع ابن فلسطين تشلها مش بس بيت سيرة واقفة معنا أزود تشل الناس واقفة معنا واليوم تسعة أشهر إلنا تشل أربعة شهر بنعمل هذه الوقفة لإعتصام بس إحنا دارنا ما بتفضلش من مرق يعني أي صحافة بتحدث يجينا أي وكات دائما الحمد لله دارنا مليانة تسعة أشهر إلنا يعني ما رأيك بالمؤسسات والجهات الرسمية هل تقوم بالواجب المطلوب منها تجاه الإفراج عن جثمان يوسف وبقية الشهداء؟ لا طبعا ولا جهة واقفة معنا إلا مركز القدس منظمة حقوق الإنسان المساعدة القانونية وهم الحملة الوطنية لاسترداد الجثمين الحملة الوطنية استرداد الجثمين الشهداء بس هذول الوقفين معنا والأستاذ بسام كراجحنا طبعا أول واحد هوتا الأجعينا هوتا لاخد الوكالة من أبوه هو كفنن محمد أبسنينة من الكدس هو البدافع عن يوسف حمد أبسنينة من الكدس هوتب محمد يوسف طبعا السلطة تلها وحكومة فلسطين تلها مكسرة مع أهالي الشهداء مش بس معاي مع تل جثمين الشهداء عندش الرئيس أول إشي ولا إشي نفسي مرة أفتع الأخبار رئيسنا كاتب هي إشي عن الشهداء مش بقولوا الشهيد كرامة الوطن وين كرامت شهدائنا وين دمهم لما صار بحر وبلادنا عدمهم عدم بالذات ابني أنا يعني الله بيعلم تشيف حالتنا لما عرفنا أن أربع ساعته ينزف هنا الجرافة غطت الدم يعني كمان رئيس الوزراء أنا وصلت له أزود من رسالة وعالفاضي ما بيعملوا إشي والإشي وزير الخارجية الارتباط العسكري على أساس أنه فيه تنصيق أمني وأن التنصيق الأمني لما إم الشهيد لليوم تعيش وليش عن ابنها يعني أنا أكدش بطالب يعني أنا نروح نشوف ابننا بيخلوناش ولا إشوي ولا أي إش مبينينا عن ابننا لليوم إحنا منطالبنا من الحكومة أنها تتحرط شوي بتشفيهم يعني سا كتير عن جد في رسالة بتحبي توجيها طبعا بواجه رسالة تقول لش للرئيس ولرئيس الوزراء ولوزير الخارجية بالذات وللارتباط العسكري على أساس أنه فيه فيه تنصيق أمني بينهم بين إسرائيل وأن التنصيق الأمني لما شهيد إلى تسعة تشهر ولا إشي هلا بعرفوا عننا ولا شوفنا وإحنا بنطالب أنهم يطالبوننا أنهم يسرمونا جثمان ابننا أنا صارت منية حياتي وأمل الوحيد في الدنيا لأننا أسلم جثمان ابن حسبي الله عليهم بس هذا اللي بقوله حسبي الله ونعم الوكيل شكرا لك من أوجع ما يمكن أن يسمعه الإنسان أن يسمع أمنية والدة شهيد بأن تدفن ابنها وأن يوقن قلبها باستشهاده وهذه كانت خيمة العزاء التي تقيمها والدة الشهيد وتستقبل فيها المعزين منذ تسعة أشهر أي منذ استشهاد يوسف في الثالث من أذار لكن الاحتلال طبعا يحتجز جثمانه في الثلاجات ويرفض حتى أن تراه عائلته وحتى يعني بالعادة يتم التعرف عليه عن طريق العائلة هذه السياسة ينتهجها الاحتلال لعقاب العائلات الفلسطينية يعني أبناؤها شهداء أو أسرع وبعضهم في مقابر الأرقام حيث يدفن الشهيد وفقط يوضع على القبر رقم ولا يوضع اسم يعني هذه كانت أيضا قضية أخرى لكن حتى المحتجزة جثامينهم في الثلاجات أيضا يعني لا يزال الجثامين محتجزا لم تتحلل في التراب كما أولئك في مقابر الأرقام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر